وهي في استكمال الحقيقة حادثنا عن التحكيم ولما باجأتكلم يقعد يقول لك يا سلام هم أنت كل يوم بتتكلم عن التحكيم على الرغم من أن النادي الأهلي بيلعبش في دلوقتي في الدوري بسبب الدوري الإفريقي الممتاز طيب خلينا أقول لحضراتكم أن النادي الإسماعيلي أصدر بيان يحتاج فيه على إداء حكم مباراته أمام فاركه في الدوري وأتكلم النادي الإسماعيلي مش النادي الأهلي تكلم عن ضرورة تطوير التحكيم طيب أهو أمام حضراتكم وقال النادي الإسماعيلي أن اللي لازم يدير مبارياته حكام دوليين قسوة بالأندال كبرى والنادي الإسماعيلي واحد من أكبر وأهم الأنداف مصر أهو أمام حضراتكم طيب بعدما النادي الإسماعيلي من تاني كمان نادي المقولين العرب ومدرس ومدرب حراس مرمى كابتن طريق سليمان طلع في مدخلة تلفزيونية وتكلم عن الظلم التحكيمي اللي هو شايف أن فريقه تعرض له في مباراته أمام زد اللي انتهت بالتعادل 3-3 هو من وجهة نظر الكابتن طهر بيقول أن فيه 3 كروط حمراء اللي عبي زد والحكم ما خدش قرارات صحيحة يبقى لما نيجي نفتكر عندما تكلم عن نادي الأهلي وأصدر بيان عن تطوير التحكيم ونسألت تقول لك يا عم باقة كفاية بيانات باقة وكفاية الكلام اللي انتهت بتقول مش بيقولوا كده مساعدتها كان بيتقالها هذا الكلام دلوقتي حتى الآن نص أندية الدوري تتكلم عن سوء التحكيم والنص التاني قادم خلال الأيام القادمة الأهلي كان موقفه سليم وبياناته سليمة من بداية الموسم وكانت صحيحة وفي محلها بضرورة تطوير التحكيم المصري استعرضت لحضراتكم موقف النادي الإسماعيل هو وموقف نادي المأولين عشان بس نفتكر الكلام ده في بقية جوالات الموسم في بقية جوالات الموسم لأنه نحذر قبل ما الموسم بيبدأ هتقول لي يا عم الموسم الموسم بدأ هقولك النادي الأهلي أصدر بيان قبل بداية الموسم لأنه واضح هل حضراتكم شايفين أن هناك أي تطوير في التحكيم على الرغم من النادي الأهلي ما بيلعبش هو أنا بتكلم على السبعتاشر نادي الآخرين هل حد شايف من جمهور الكرة في مصر إن إحنا عندنا تحكيم جيد عشان محدش يقول لي بعد كده أصل الأهلي بيشتكل واحده أصل الأهلي بيعمل لوحده لا على مدار الموسم حوري لحضراتكم خلال الأيام القادمة لغاية مثلا مع نهاية الدول الأول هتلاقي السبعتاشر تمنتاشر التمنتاشر النادي الآخر يتطلع بياناته خلاص هتلاقي السبعتاشر النادي اللي جاي الباقيين مطلعين بياناته تقولوا أهو إحنا مع بعض وحنقول لحضراتكم ونشوف أرجو أن يكون هناك تطوير للتحكيم على الأرض وليس لمجرد الكلام أو أننا نطلع في التلفزيون وقولوا والله والبس البدلة والكرافات توعد وابقى لطيف وقول لكم إيه إن شاء الله التطوير هتلاقوا الحكام بيجري من هنا والحكام بيطلع لكم من تحت الأرض وبيطلع ونزل لكم من في السماء مش ده الكلام اللي بنسمعه وما بيلاقيش أي حاجة بنلاقي هي هي نفس الأخطاء طرد كان يجب أن يتم في أحد المباريات بلاش عشان ما بقاش بصلة تضوء على مباراة بعين في أحد المباريات طرد واضحة مش محتاجة كلام أنت تديت راكل الجزاء ما تدي لللعب طرد ولا للحارس طرد مش محتاجة كلام يعني ما بتحصلش في مباراة أخرى بتحصل يديله طرد ما بقناش فاهمين هو مين الصح ومين الغلط والله ما حدش فاهم وده بيعمل كده ليه الحكام ده بيحسب الكرة دي وهي هي نفس الكرة ما بتتحسبش هنا الناحية التانية في مباراة أخرى مع حاكم تاني إذن لا يوجد قيادة بتحكي مع الحكام وتقول لهم إن احنا المسطرة بتاعتنا في الأخطاء أهي عايزين كلنا نمشي عليه هتقول لي هوا فيه مسطرة في الأخطاء هقول لك آه ممكن الواحد هو بيعمل تاكلينج فإيده بتبقى جنبه في حكام والكرة هو بيرفحها الباكليفت بيعدي من الباكرايت وبيجي يرفع فالباكرايت بيعمل تاكلينج فإيده وراه جات في إيده فيه حكام بتحسب الكرة دي ضرب الجزاء فيه حكام أخرى بتحسبهاش يجب أن يكون هناك اتفاق والكرة دي مكررة مليون مرة في المطشط الدوري هي وفقا للقانون أنا بتكلم وفقا للقانون لو القانون بيقول إن هي ضرب الجزاء ما تحسب ضرب الجزاء لو القانون بيقول إن هي مش ضرب الجزاء ما تحسبش ضرب الجزاء مش نلاقي حكم بيحسبها واللعب واقع تيجي في ايده يحسبها تمام ماتش اللي بعده على طول تيجي في ايده ما يحسبهاش طب قاني الصح هو القانون بيقول ايه يقول ايه يقول ايه ايه تقديرية للحكم هو ده اللي انا بتكلم فيه وهو ده دايما اللي بنبقى عايزين نوصل له اتمنى ان يكون هناك تطوير للتحكيم خلال الفترة القادمة عندنا فترة عندنا مش فترات توقف الفترة اللي جاية يعني فترات توقف قليلة عندنا من يوم 13 على ما اتذكر في نوفمبر بعد كده في امم افريقيا يكون هناك تطوير للتحكيم ولكن من هنا لغاية التوقف الدولي والاجندة الدولية ايه اللي هيحصل ربنا نستر على التحكيم خلال الايام القادمة وصلنا دلوقتي لفقرة اخبار البيت الكبير هنطلع نشوف اخر الاخبار على الساحة المحلية والعالمية ومن بعد كده فاصل ومن بعد الفاصل هنستقبل ضيوف حلقتنا النهاردة النجم الكبير كابتن محمد حشيش والاستاذ الكاتب الصحفي الكبير استاذ عصام شالتوت الكابتن نجم الكبير احمد فوزي والاستاذ خالد الاترابي في ديوفة البيت الكبير